السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازايكم عاملين ايه? يا رب اكونوك خير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتكلم عن مشكلة مزعجة بتواجه ناس كتيرة في استخدام برنامج انترنت ده او برنامج اي دي ام. هي الرسالة اللي تطلع ليك اه كل شوية وتقول لك يوجد اصدار جديد من البرنامج هل تريد التحديث الان? طبعا المشكلة دي بتزهر للناس حتى لو انت مش محتاج التحديث في الوقت ده هوك. طبعا بتعمل عملية ازعاج للناس خصوصا لو كنت بتعمل شغلي لك. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله علمك ازاي توقف الرسالة دي الطريقة منها تماما من غير ما نعمل اي شيء يخالف سياسات البرنامج. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو للنهاية. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي? كل انت هتعمله هتضغط آآ على حرف الار وآآ مفتاح الويندوز من لوحة المفاتيح. هيزهر معك run. هتبدأ تكتب الامر ده اللي هو هناخده نسخ. يجي في تعمله عملية لصق. وبعد كده تضغط على موافق. تقول له نعم. هيبدأ يزهر معك اللي هو محرر الريجستري. كل اللي انت هتعمله هتروح رايح على الخيار التاني ده. اللي هو key current user. تضغط عليه. وبعد كده تروح نازل تضغط على اللي هو software. وبعد كده تروح رايح على اللي هو download manager. نضغط عليه دغطة واحدة. نبدأ نوسع الشاشة عشان نشوف كويس. نبدأ ندور على المفتاح اللي وصله لحضرتك ده. اللي هو list check. list check. لازم يبين مكتوب جنبي كده. اي بي. باللول الاحمر. هنروح رايحين على اللي هو list check. نضغط عليه. كليك يمين. نضغط على modify. زي ما حراك شايف كده. ظهر معانا modify. ان عملية التحديث دي هتظهر يوم اتنين وعشرين ستة الفين خمسة وعشرين. زي ما حراك شايف كده. هبدأ اضغط بالماوس. هنا الفين خمسة وعشرين. اللي هي السنة. كل اللي انت هتعمله تعمل من لوحة المفاتيح باكي سبيس. عشان اه تمسح سنة الفين خمسة وعشرين. وبعد كده نكتب سنة بعيدة. وانا نفترض ان انا هكتب مسلا سنة الفين تسعين. تمام كده هوت. يبقى كده الرسالة دي مش تظهر لي الا سنة الفين تسعين. طبعا اه ربنا يبارك في اعمارك جميعا مش هتظهر تاني بالنسبة لك. تبدأ تضغط على موافق. تمام? نرجع نضغط على موضفاي تاني على نفس المفتاح. هللاقيه اصبح هيظهر معاك الفين تسعين اتنين وعشرين ستة. كده انا اتكبت ان انا عدلت. ابدأ. اصغر. اقفل. تمام? نرجع مرة تانية للبرنامج بتاعنا. كده الرسالة بازن الله مش هتظهر لك تاني الا سنة الفين تسعين. طيب. انا طبعا الموضوع ده ما بنصحش ان انت تفضل ما تحدش البرنامج بتاعك لان عملية تحديث البرنامج ده بفيلك صغرات وفي نفس الوقت بيعمل لك تكامل مع كل انواع المتصفحات. طيب انا كل ما عملناه ان احنا وقفنا الرسالة المزعجة دي ان هي تظهر بالنسبة لك. لكن لو حضرتك حابب ان انت تتحدث البرنامج. فده كل اللي انت هتعمله تضغط على التعليمات. وفي الوقت اللي انت حابب تعمل عملية تحديث للبرنامج. تبدأ تضغط على التطبيق بحثا عن تحديث. يبقى انت اللي اخترت الوقت اللي هتحدث فيه. زي مهارك شايف كده النسخة بتحديدية نسخة حاليا لا يتوفر لها تحديث. كل اللي انا عملته ان انا وقفت التحديث اللي بيزهر لك في اوقات مزعجة. لكن انا بنصح ان انت باستمرار تحدث البرنامج برضو عشان تسد كل الصغرات اللي ممكن تكون موجودة في البرنامج وفي نفس الوقت عشان يحصل تكامل ما بينها وما بين جميع انواع المتصفحات. طبعا بكده احنا قدرنا نحل المشكلة بمنطقة البساطة. آآ طبعا لو الفيديو عجبك واستفكت منه ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.